نحن على المباشرة الخطف أهلا وسلام مشاهدينا الكرام أمسيتكم سعيدا نتمنى تكونوا في أحسن حال وفي أحسن الأحوال أينما كنتم وأينما توجدتم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من مكناس القضية كبرات مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ديال بالصح وما بغاش تالي ديال الشركة في القهوة والمطعم اللي كما تابعتم معنا المباشر اللي كان يوم أمس اليوم تابعته الحق الرد اللي كان فيه الطرف الثاني اللي هي السيدة الثانية واللي كما تابعتم معنا اللي انكرات صاحبتها وقالت أنه غير زبونة بالمحل والآن معنا حارس واحد من حراس الأمن الخاصين اللي كانوا يخدمين معها وكذلك معنا مسير هذا المقهى والمطعم المعروف هنا بالعاصمة الإسماعيلية اللي كان الموضوع فيديو اللي كان أتار رجع على نطاق وسع وعلى مستوى ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى إثرها تم سحب رخصة مزاورة النشاط لكن في الأوين الأخيرة تمت إعادة فتح هذا المقهى والمطعم اليوم غادي نحاولو من بعد فيديو وفيديوهات أو ريفات شوف تيفي تواصلوا معنا الناس اللي كانوا يشغلوا بهذا المحل هذا وقال لك يعني للمسير دي المقهى اللي سمع الصفة دياله في المبات المباشر السابق وكذلك الأخ اللي حاضر معنا الآن قال لك إحنا كنا يعني أطراف هاد القضية كنا حاضرين كنا شفنا مجموعة عادل الحويج بغينا ندليو بالدلو ديالنا ونقولوا الكلمة ديال الحق فهذا الملف هذا ونعطيوه تفاصيل حول ووش هادك السيدة اللي كتقول عليها هزابونا هي اللي خدمتنا مجموعة عادل الحويج مشاهدين ومتابعي قناة شف تيفي غد نسمعها اليوم فهذا الملف لمازال مفتوح ومازال كل نهار كسبان في حقائق أخرى ما عرفناش كل يعمدوا الحق الآن شي كي يقول لك أنا أعطيت شي كي يقول لك أنا ما كان عرفت شي واحد من الناس ما بين هذا وهذا غد نقلبوا على الحقيقة للإشارة فقط فما زالت مصارح الأمن لموضوع عنده شكايات مشاعر شكايات شكايات فهذا الوقائع لوقعه مفتوح تحقيق في هذا الباب هذا وكذلك قد نسمعوا الشهادة لهذا الناس ومشاهدين ومتابعي قناة شف تيفي خليكم معنا ماش بشيوفين أجلوا نعرفوا هذه الحقائق الجديدة رغي يكشفون لنا هذا الناس وبالطبع يتحملوا مسؤوليتهم فيما يقولون لأنه هذا كما كنقول شهادة لله وهذا فيها فلوس لكما كتقول الطرف الأول أنه نشأت لها فلوس صحيحة في هذا الشي الطرف الثاني كتقول ما مشاشت لياه وهناك تبقى الله هو اللي يعلم ما هو واقع ما ينجي نعم أخي مرحبا بكم معنا عن المباشر نعم أخي نعم أخي الحمد lleوج اللي يعلم منا نسمى لكم بشعبهة لن تشي حاجة من قبل المقهار ومنا أساء مرحبا بمؤeros وهناك ممي يدعون سأرؤلف اللي يعلم الموضوع أفعل الت Medal بيجوعة التي يتلاحوهم ومع أخرى كنت تنوية مسؤولي ومتشفين انت اللي وقعت العقد مع السيدة ؟ نعم مع السيدة ولكننا نعرف أن السيدة فاطم الزراء هي الأولى نعرفها برأيين التي قرأت تارحة عليه برأيين أن ندير شركة مع الطرف الثاني وبرأيين يسلم بلغة 20 مليون دفعة واحدة الأولى لتصلح المحاد ثم عدرت معهم إبرام العقد ومثل ما يبقى العلاقة معهم بيناتهم بجوجة أخرى تشوف هذه العمالات سوف نعرفها بكما برأيين أن الأن تفق بناتهم أخبرت الاتفاق بجوجة بهم أو موجود أستاذ المحامي بلا تذكر الأسماء قد يبرمون عقد بيناتهم ونمتردون بيناتهم برأيين أن تدروا العقد لديها الوطائق السيدة لنها كانت غير زابون لا، السيدة لديها 3 مقاية سوف تكون زابون ولم يمكن أكثر فوق سيكون ثلاث المقايا ثلاث يكون فقط أول شيء هل يمكنك الانتبوى بني لسيسد لرسفوه لا فقط لا يمكنك الانتبوى بالنسبة لليس فوق الانتبوى كنت اكثر من شركة السيدة لا سأصبحان بالنسبة لأول عقدة مع السيدة لم أفهم ما هذه الأمر تأخذك عامة طرف الأول هو الأمر اهلا من المحل يمكنني حدث مع السيدة الشراكة أخرى سأخذ العقدة مع السيدة نعم هل تتعمل مع السيدة بانتبوى لا تكون عارفة جدا كنت تعرفني كيف يحدث معها وكذا وكذا ولكنها عارفة تكتيقة وكذا ماذا تفهم معك؟ لا تفهم بهم كيف ستفهم بهم؟ في الطرف الأول قد أعطيتها الفلوس مقدان وكذا سنقوم بعمل مقدان وكذا أنا طرف المحامي أتفاق سنقوم بعمل تائق سنقوم بعمل لماذا كانت تقدر العقدتها؟ وكذا لم تقدر العقدتها فلو اتفاقتها حيث في العقدتها لديها حول دورة وكذا وكان مرسينا معك وقدمت معهم العقدتها في يوم 2 ما هي العقدتها؟ العقدتها مرة 6 شهر وكذابه في مطعم وقعت الألعاب كان هذا المحل؟ كان خدام كان المحل الخاوي من الطرف الأول الذي بدأت تصلح لأن السيدون قرأت تفصيلاً أنه تمشي إصلاح هذا الشيء وأن المحل كان مصلح في 2021 لا المحل الخاوي كانت تصلح وحداً فيها كراسة عادية نحن الآن كان لدينا مختلف من الوضع، التعامل لدينا لدينا مستخدمات المطاريات وخضرنا بشكل مطاريات فقد يجب أن يجب أن يجلبها كامل السيدون وبدأ المحل الخطط للسجوع بشكل قليل لن تصلح نحل الخطط ومسيطة هناك ومسيطة محل الخدمة لقد قمت بإمكانك محل الخدمة ما هو المحل الخدمة ؟ أمستحضت المحل الخدمة ومالك التعامل في هذا المحل وعلى أساس ما هو الشركة ؟ شركة وغولك صينة وعلى أخرى ممتاز حسب معها كانت يمكننا نجمع لاروسيت وطرف الثاني التصور وعلى أساس شركة ما هو المحل الخدمة الطرف الثاني الذي تحسن معي كان جمعه لأروسات فلافان تساق فيس و أخرى و تصوره و تصفت للشركة لماذا كانت قريباً كنت قادم المدافقين النبلولة كانت قليلاً و لكن عندما ضربنا شيئاً كانت جوغ و لفنجوغ و تحلقت لأروسات و وصلتها إلى ثلاثة المليون في الليلة نعم و هنا قد نسوك ماذا تحدث عن مدة الإصلاح؟ مدة الإصلاح تقريباً فيها 20 يوم 20 يوم 25 يوم كم حرافة كلها كاملة صباغة وذلك هذا لن يقوم بحثة فلافة كانت تصالة واحدة و قد نقوم بحثة فلافة لنجوغ صالات و اخبرك توقيت ريبوكاً لكي يجعلك لنجوغ لا ريبنا بالليل ريبنا بالليل غير قانونين ريتوا بالليل نعم 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 رعب الحياة بالليل في الليل تبنى الحياة ريبنا ودروا له غير القبس القاعد وزوقة القبس واخر وكيف بقيته محطامين تحاسب ماذا كان السيدة التي قلت لنا كيف كانت تأتي المحل يوميا وكيف كانت تأتي المحل يوميا تأتي المحل يوميا تتصل معنا عبر التليفون كل شيء يتصل معنا وكيف كانت تتصل معنا في التليفون هذا الطرف الأول والطرف الثاني لأنه لا تتصل معك وكيف كانت تتصل معك في الفلوس لأنه كانت تتصل معك في المقهر نعم وكيف سمعنا أنه السيدة تقول لك أنه كانت تهدي نعم كانت تتصل معك وكيف كانت تتصل معك وكيف سمعنا لأنه كانت تتصل معك وقديار الواقفة وكذا عاونيني كما تقولون بالخيبرة أم لا؟ الطرف الثاني كانت لديها بعض الظروف شخصية هذا الشيء لا أريد أن نذكره بثاف كانت توقف على الفلوس بثاف الحوائج كانت تسالوا فيها كريديات وشيكات وكذا الشيء الذي كانوا يتواصلوا بناتهم كان يدوز قدامي هي التي تقدمها الفلوس هل سمعنا؟ وماذا أنت حاضر للمسألة أنا حاضر معك كنت معهم في الطنبي ببراقة لها أعطيتني 20 مليون حاضر للمسألة أعطيتني 20 مليون وكذلك الواقفة تحقص وكذلك ما أخذت فيها للمسألة لا أخذت ما لديها الفلوس حب وكذلك نزيد من المسألة قبل أن يتطرق المشكل قبل أن تحاسمي ويبقى على هذا الشهر وكذلك توصلت إلى واحد النهار ولم يريد أن تفهمها ولم يريد أن تحصل معه من أن تخلصت إلى وقمنا من الضرير التي تجعلها الكامل وأن تفهمها الآن أنها أولا وما تخلص أخر لكن ماذا بتخلص أخر لماذا تخلص أخر بسبب أن تشعر أن يصل للمسألة أو للمسألة أو للمسألة أو للمسألة فهذا ما يقالك فهذا ما يقالك نعم لأن أي شخص يكون بين الطرفين جوشة الشركة يجب أن تكون المسير لتوصل إلى هذا المساج وكذلك لتبقى هم منطرة لتبقى متفاهمة من جوش واخر كيف تتفاصلت مع هذه الناس؟ لأن هذه الناس تتفاصلت معه وعلى الفلوس السيدة لا تتفاصل معه لا تريد أن أعطيها فلوسها بقيت عليها اليوم على المساعدة ما هي الآن التي يناديهم وطالما تتكلم من فلوسة من الجمعات؟ يعملون 4 وثير ونحن لا تتوقع بهم لكن فالطرف الأول يجب أن تجد أصفل مصورين جوشة ومن نهار فالنطبع لا تهاجل أصفل مصورين جوشة ومن الرحلة على السيئة السيئة永د التوصل لماذا ستطلبها لأصفل مصورة ممترف ساعة ومن الرحلة طرف الثاني تصورها عبر الواتساب و تأخذ الفلوس إذا انتأكد انه كانت علاقة الشارعات الشارعات بيناتهم ترى واحد النهار الذي لا يريد ان اعطيها الفلوس لها لا انا يجينا للمحل التمكين و يقول لها خلصينينا و تدري مع السيدة لحل الشركة تدري معها لحل أنا أشعر بقوين أنتم مطارا في النزاع بجوج و أنا أمشي بيناتكم فقط لا تقول لك أنا قد قلت لك أنت نخلص أنا قلت لك أنت نخلص الفلوس لم يكن من المخلص لأنه ليس لديها طرف اخر و لا يقلت لك اخر و أتحدث لك و أنا في الوسط هل حاضروا للمحل التمكين؟ قبل الواقعة و لم يكن في المحل كانت من المحل و جاءت لديها حتى يبقى لديها اليوم الثاني و لا أستطيع معه أن تكون محل لديها حل لا أريد أن أتحدث لا أريد أن تدري معه حل و قلت لديها حلاتي أقدم خلاله العقد سيكون حالة و حالة سيكون محلها تنفيذ مسؤوليتها لم يتوقع شخص رجل الأمن للتحامل من الويداء عيث ١٣١ و يقوموا بأن يدخلوا إلى محل أنا و الطرف الأول و الطرف الثاني و الزوج من طرف الثاني ماذا فعلهم يدخلوا على حسب الفلوس و هل يقوموا بإمكانهم يقوموا بإمكانهم و يقوموا بإمكانهم في الأمن الوطني في سيارة الدونة المدوان الدائرة التي كانت فيها المدوامة كليلة لما نذكرها الدونة قلت لكم أن تذهبوا في محكمة تجارية وتطعوا هذا النزاع بيناتكم قالت أنا يا خرجنا من المدوان هل تخلق المسؤولية ديالك؟ توليف مشكلة إنه قانونيا توريس أي حاجة تراث القانون لا يحمي المغفاة لا تريد أن تريد الدونة المدوان تفضلوا من المحاضر وتم تفضلوا عن محاضر تبتشفوا بشكل شرك ويأتي لم ينفضلوا له المحاضر ويحترونوا هذه المدوان ويأت على المدوانة ويأت داخلوا هذه الدائرة ويأت عن ذلك المحاضر كيف سأخرجوا؟ وماذا سوف يبغلوا هو المدوانة وإضاف sociology وتراثوا المحاضر لأنه يتحصلوا بالإغلاقت المحاضر إغلاق المحل حيث نزاع المحل خصوية تغلق أحسن وسيلة هي الإغلاق لا أريد أن تغلقه أو تجاجع أو تانيك مثل قامت بمعامل قانون وإجراءات المحاضر لا يرحم الله ومن ويد الرجل الأمن وقامت بمعامل محاضر تقوم بمراولة هي السيدة ومشات أو حالة المحل هي في وقع هذه المشكلة في الفيديو في وقع هذه المشكلة في الفيديو هل أنت بقي المحل مسير أم لا؟ مازال مسير مازال مسير في المحل أخدام كيف توقع هذه المشكلة؟ هذه المشكلة كانت في المدومة ومنذية أنت بريد ذلك العربية نعم في القوميسارية وهما وقع هذه الحجوم؟ نعم منذ الجميع أن توقع هذه المحل لا أستطيع هجوم من اللعقة في البيض المحل أم لا حسنا وهذه المناس كانت داخل أم لا؟ لا فهناس من الجو وجود التهجم على الناس في المنظر وفقا لدينا خي أمين بعد قليل سنحاول نأخذ معنا الرجل الأمن الخاص الذي يبان في فيديو ملقب بيضاء ملقب بيضاء زكريا ابن مدينة مخنان زكريا مرحبا بك معنا شكرا أخوية مولي أعلا أسلامت أخوية أخوية مولي إن شاء الله أخوية مولي مصائب وآخر المشاكل وآخر المشاكل ستكون لوليداتك كيف وصلت لهذه الحالة وكيف وصلت لك زكريا سنسولك على هذه الليلة الدرد كيف علاقتك مع هذا الدرد أخوية هذه الليلة أخوية مولي كان نسميته وكان نزاع ما بين الشركة كان بناتهم نزاع نحن أحوية موليس لا يتفهموا بناتهم والتبعنا لكوميسارية ومويا استطاعوا إلى مدينة المحل لماذا تتخدمنا للمحل لقد كفتنا للمحل لقد كفتنا للمحل وقاعدنا أخذهم أصدق جيد الأنطق بأخرى كانوا في يومهم أربعة كانوا في يومهم أربعة وحدهم لديهم اولاً وحدهم مع جنوية وحدهم لم يكن لديهم وحدهم معهم صغير أصدق ليس صغير لدينا نطق المعلم فقال لدينا أنه ليس دخول أنا كنت إلى الداخل انا رانيك للداخل تتنسى مع الغوات على بره لا كنت في بناية تشجع لا لا كنت في الأول تتنسى مع الغوات على بره جاءت هذه الشركة الثانية مولة المحل انا قلت للداخل تغوتت لي خرجت خرجت ركش في الفيديو ركش في المغرب كامل خرجت انا هذه الساعة وقع ذلك المشكلة اخوكم لاحقا خرجت صاحبي مضرب قلت صاحبي كله دمايت ضربه مضربه كله دمايت رفعه هنا أبدا 5 موضرات قلت كله دمايت اخويا مصبرت على قبل محل وصاحبي بشيتها كل شيء عندهم شوفه في الفيديو زيجنوية ضربت داكسي اخويا موني ملت عقلت اخويا موني تعتقلت اخويا ودوز اخدت اخويا شهر و عشر يام ديال الحبس اخويا ولو انك حارس ولو انني حارس ولو انني كلش وخاء والناس للمحل ماذا تدرون معك؟ لا تدروني اخو يا موني الشركة بجوجة وماذا تدرون المحل فائدة؟ الشركة اسمع انا اقدمك انت في ذلك المحل اه حاطم الزهرة الشركة الاولى كانت مشاركة معها وكانت تشوف شي حواج ما لا تدرون الخاطر شربت امه صعب الجوانات تدخلوا امه المهم صعب المخدرات وكيف تدخل امه انا لحقا انا لدي اعرفوني الناس كنت اخدام عند هنس وقالت لي اجيل هذا المحل اسميتها اللولق اخو يا موني اخو يا موني ايه اتفاهمت معي واني اسميته امين مع الموثية اه 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 اغلاف المحامي اغلاف الزيارة اولادي 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 اخو يا موني اغلاف الزيارة اغلاف الزيارة اغلاف الزيارة انا خرجت من الحبس اغلاف الزيارة أخي دي الزيارة التي تنسون عليهم من العبس لا يجاوبوني لماذا؟ أخويا قلت الدبس على قبل دارنا أخويا ولا ما نعرف أنا على قبل محالهم و قلت العبس و لم أقلوش عليها أخي قلنا نسوّلوا حماية كيف أنت تخدم في كل محل؟ أخويا ما نقول لك؟ كنت حاضر في فضرة الإصلاح؟ أه النهار الأول فش خدمت هي فشري بودك السور كيف أن تقوم بشري بودك السور؟ أنا جائع أخويا كيف أنت تكون حاله؟ أخويا إصلاحفي أخويا ما نقول لك قمت إصلاحات؟ أخويا ما نقول لك؟ أخويا ما نقلوك حين لا شفت أخويا انظرني لا يمكنني أن أقول لك ما هو تخسرات الله تعلم أنا كنت حاضر مطاريال مغنيين كل شيء كل شيء كنت أجيبه مغنيين بالفلوس كنت أجيبه لا يدخل يا مونير لحقا أنا والأخت نتصار معها بثائق لا أفهم قبل أن أبدأ سأقول لك على المباشر مباركة فراث لا أفهم لا أفهم لا أفهم 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 ما المباشر أفهم 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 من المختلفة أخرى قدمت بثاني قال إلى اليوم ثلاثة لدي أميمة ثلاثة لدي أميمة جمعة لديها أخوتي ولم أصدقائي اخوة موني امين اخوة موني ما قلت الى البركة فراصك لك لا اتشي حاجة خايموني وانا وصلح بس قترسي بوحدة احساس صعيب ضرورة ضرورة امين اخوة موني امين 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 رائع نعمر موني انظرني ايشان انا متى اختي خلعني اتا واحد تنخضغي من الله الطرف الثاني كنت يعمرني عليها يا خيموني بالزابد الحواية تتقول لي انت ومراكم هي الطرف الفطم الزرك انت تقول الطرف الثاني بانت تتقول ليها ارى انت ممزيانش انت مجريم انت كده انت وانا عندي جوجه اولادات وانا اخدام بالحلال عندي عنا مجريم من الخمسة خيمونير ثلاثة اربعات تنسى لا يوجد برد لا يوجد الصاد لا يوجد كل شيء في الباب لا يوجد الدخول الداخل وانا عندي العصام وانت تشاهد الفيديو وانا عندي الجناوه وانا عندي السيوفه وانا عندي كل شيء قشرة ممكنها صدرها لا الى الله واخر جاء معك احد المسألة هذه بعض الحالات اللي بنو وهذا الفيديو اللي بنو في هذه اللحظة الحمد لله وبصراحة انه لا نجامل احد الحمد لله مجهودات كبيرة تتقان عن المستوى الامني الحمد لله الفيديو اللي نجوم في رفامه مشاهد سياحية اللي معروفة على السعادة الوطني الحمد لله اخويا اسمع اسمع لا الامن لا الناس المحكامة لا سعدة الواكي لا الامن كل شيء اخويا عملنا مزيان كونان اللي يبقى فيها الحالية الناس اللي ما عقلوش علينا احنا الاحبس ما عقلوش علينا هذا الشيء انا اللي يبقى فيها خائبونا المسألة لانه ما هو كبير لك انتا انه العلاقة التي تكتر بها الطرف الاول داخل المحل الصيفة الهبتك المحل اخويا انا اعطى انا اعطى الصيفة اللولة ما هي؟ بان هذا الانسان كانت اخويا تتجيل المحل وكلمة المحل كانت تحسب المحل ديالها اي شئة الخاصة هي اي شئهة اي شئته ليه يوقع شيء مشكي Eles اكي fundamentally طوال الانجھی dictator احنا اردك اكي قلقوا ماشه انتا ريال و الحال حالياً تحلوا مغوتوا لأنا لا ننخدم للتشي حاجة ومنين خرجت من الحبس لدابة خايمونير؟ الله كريم وما عقلوش علينا هاد الناس هادو لدابة خايمونير تاني مشي لعندهم تقول لي انا نرى منه تقولوا لي ان ترى منه أناك من عامونز للحبس كدرد العامونز للحبس منعوني منه بفضل مي وخالي وملي بفضل ديالهم بوحده وملي وقفوا معي يا خايمونير تبعوني يا خايمونير ولو بما العرف ولو بما العرف أمين أخويا أموني أخوان مشاهدينا الله الله يسلمك أخوان أمين أخويا أموني أمين أرجع عند أمين 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 أخويا من خلال الشهادة ديالكم ومن خلال الخروج ديالكم الإعلامي اليوم وما هو أحد الجانب الآن لأجراء جوش ديالنا الآن يضربوا الحبس خرجوا طوال أين وصلت الوضع القانوني لكدردت أمين؟ أنا وضع القانوني لدينا خرج طوال لم تنظر حتى تشعرها حتى 4 شهر وزيدة تدير الخدمة أمين خرجتك أمين خرجتك أمين خرجتك أمين خرجتك تخلصك لي لا يخرجتك ما يتخلصك أيضا لأنهم لا تخلصوا بحاجة لحاجة للميزة لذلك تخلصوا بصفة نهاية طريقة الخلاص التي تقومون بها الشهري او اليومي او اليومي نعم لا تقوم بها بصفة نهاية العقدة تقوم بها مرتاحة او الاباقي انتهت لمدة العقد هل تقوم بها قبل نهاية هذه المباشرة؟ انا كلمة اشكر الامن كاملين بصفة جميعا كاملين وكنت قولون برأي انا مدنة مع السيدة هي الطرف الثاني التي ضعيتني فرزقي وشويت لها صمعة لي بثاف ومازالك تتعلم معي على فيديوهات المسير المسير حجمي كان يدخل لاروصة لا يوجد المسير لان لم يبقى لاروصة تتعلم عن المسير لان لاروصة تتعلم عن الأساس لان تتعلم عن المسير ان تكونوا عيناتين من الناس خيبين لا ما امر الناس واحد الكليون تايل التي لم يقعها نحن لم نرى مدينة غريبة نحن في السنطرفيل رجال الامن كيف تصارن لانه نرى السلطة بصفة نهاية جميع الموظفين رجال الامن بصفة عامة لانه امركا لانه نهاية حيث تجمعات وانه ناس وانه اقامات ومثل من الحواج وانه فوضة واطيلات وما كانت توقعت هذه الواقعة معمّر الناس الذين يكونوا كل محل لديهم سمعة خيبة الرجال الأمن لا يكونوا ناسا سلطان المحليين لا يكونوا ناسا ضرورة سوف يوصلها كل شيء خدام الحمد لله الأمن كل شيء خدام يقولون أن الأمن لا يخدام أخي مونير وقع لنا شيء مشكلة حناية 14 أشهر زيادة معمّر وقع لنا معمّر وقع لنا شيء مشكلة عندك المعارفين هذه هي ساعة في الجاه هذا أنا شهرين وخدامنا بوحدي مقابل ذلك المحال بوحدي مقابل ذلك المحال عن داخل حيامين لا يمكننا أن نقول لكذا ما يقال لا 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 لم أتشفت ممتازة لم أرى أنني أرى أن أعرف أن كانت محولت أمام في الحبس كانت محولت أمام أعرف مؤنّر في الحبس هذه الكلمة فأنا فاطم الزهر الذي تطلبه إله عليه وقع ، كما تصير أمام كما كانت صراعات قمّر القيامة لم تكن أخي مونير لم أكن يقوم بها كان معي وسط البدء لقد كانت الموسط لدينا لم تكن أخبرنا سامحنا بالقلب الصافي و أحسرت إيجاد أن أطول عليه و أحسنته لقد أدخل معي و لم تكن أخير لم تكن أخير أحد أخبرنا قمت بها قد أخبرك في الصباح كان يقول لهم لا يريد أن يكون هنا وعندهم عرب عال الصباح قلنا نضحك قليلا ونشت قليلا ونركب نمشي بل حالة قدر الله ما شاء شكرا لكم على الصارحة لكم بقى عندك شيء كريمة برأة الطرف الثاني برأة السيدة برأة تكلمها جيدة برأة السيدة برأة غير زابونة لماذا لا يطرى الفيديو سدعوني أنا كمسير والطرف الأول والطرف الثاني ماذا كانت أستدعالكم؟ رجال الأمن لدينا عانصر الأمن من الإنيفة تدعالية تقليلتها محضرة؟ اكثر لدينا من التقليل من الصيفاتكم؟ برأة السيدة قلنا نصير من الطرف الأول والطرف الأول ليس علم برأة المحضرة عند الرجال الأمن تجدون تقليل مبارئ المالية برأة السيدة لقد تملك لدينا نسيط في بعض الأم وفي هذه الكلمة قلت ضابط الذي يشد لا يعقل و الذي يعطيك يعقل اعترفت بهم و يميدزنا عن سعادة الوكين الله يرحمه الوالدين و يجهزهم بخير نزل محكامة كاملين اعترفت برهات السيداء صديقة و شركة ديالي في المحل لا تفهمنا هذه هي النقطة الأساسية شوف 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 مونير اسمع اخي انا نهار العيد الصغير نهار العيد الصغير لغد لي كما تقولوا احنا امثل الشعبية ثاني عيد انا اعطوني الكارني انا اعطيتها انا مليون و نص اعطيتهم اناي ليلى ليلى هذه اللغد لي اللي اعطيتهم اناي انا نصدقين يقول انا نرى انطح في العافة و يطحوا معايا حتما بلغ مليكة تدخل اخويا والحمد لله ما عقلهكش ما فهم من التاشى نعم مازال القادة اقول الكلمة ديالي في الميلة و كذلك تحقيقات ديالرجال الامن طبعا غد تكشف ملحبا حقيقة ملحبا ملحبا بطبع حيثم الانصاف كل واحد فكل ما ديالرجال حقه و كذلك انا سواسي امام القانون معي احد اخوان اخويا انا الفاسي لدي تسمعك في المحكامة احد اخوان اللي كان دازم محكامة يوجه لك تحية تحية اخويا الناس فاسي نعم اخويا انا برا انا نشكر رجال الامن بسفا عامتان من الناس المحكمة والسلطة المحلية وكانت تبرى ما هي السيدة ولكنت من المتقبلة وقد تضعت لي شيء حاجة وقد تجبت في شيء موضوع ولكن السيدة تقولون أنها سلطة كبيرة ويوجدها الكثير من حوايج أنا لست قاسية ولا تقاسية أو أنت من المتقبلة حتى في اللايب نشه كتدري على المسير وفي صفة عامة كتدري على المسير نتقدرات عن المجموعة ولكن الأغلبية المسير وكذلك بسبب موضوع العدد للشيكيات لموضوع هذا الميلة فهذا سنوافقكم مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي بالجديد فيما يخص هذا الميلة فهذا في إطار متابعتنا لمختلف قضايا المجتمع استودعكم الله الذي لا تضعه ودائه كان معكم مرسل قناة مونير معطاوي إلى اللقاء